هناك من فسر أن هذه الهجمات لربما لها أسباب أخرى ورسائل أخرى أحدها هي حكومة الأغلبية حضرتك تعرف إيران ومدى رأيها بحكومة الأغلبية وأيضا مساندتها لحكومة التوافقية هذه الضربة باعتقادي سوف تؤثر على أكثر من جانب السياسية أولها تعميق المشكلة ما بين الحزبين اليكتي والبارتي هذا جانب لأن الصواريخ انطلقت لربما من الحدود العمق الإيراني أو الحدود المنطقة المتاخمة إلى الحدود العراقية أو من داخل الحدود العراقية وهناك اتهامات بأن السليمانية هي ميولها إلى الجانب الإيراني من قبل الاتهامات من قبل أربيل أو من قبل الديمقراطي الكردستاني فبالتالي حتى والآن لم تكن هناك أدلة على ظلوع السليمانية لكن هناك قراءة وهناك ربما اتهامات على السليمانية بأنها هي غير رافضة إلى هذه الضربة غير رافضة إلى هذه التحركات هذا مما يزيد تعميق المشكلة الكردية كردية هذا جانب جانب ثاني لعم قطعا سوف تؤثر على الجو العام السياسي في العراق الجميع يعلم أننا الآن في فراغ دستوري وجلسة مجلس النواب تم تحديدها يوم 26 من هذا الشهر فبالتالي لا توجد هناك مؤشرات إلى التقارب وإلى الاتفاق ما بين الكتل السياسية على الأقل هو الاستحقاق الآن هو الاستحقاق الكردي ليارهد الجمهورية يفترض أن يكون هناك اتفاق كردي كردي على رئاسة الجمهورية ومن ثم يكون هناك اتفاق شيعي شيعي على رئاسة الوزراء فبما أنه عدم وجود الآن ملتقيات ما بين الكتل السياسية والاجتماع الأخير في الحنانة غاب عنه الكرد أي كان هناك تحالف السيادة والإطار والتيار ممثلين عن الإطار والتيار حاضرين لم تكن هناك مخرجات ملموسة وحقيقية وواقعية فبالتالي باعتقادي أنا جلسة يوم 26 سوف لن يتم انتخاب رئيسا للجمهورية ولم يكن هناك نصاب بل سوف تكون هناك جلسة تداولية لربما التداول سوف يكون بشأن الضربة الإيرانية على أربيل أو تكون هناك على جدول أعمال مجلس النواب ملفات أخرى أو فقرات أخرى غير انتخاب رئاس جمهورية بتقديري لحد الآن لم يتضح واضحا أن هناك اتفاق كل يضمن انعقاد جلسة يوم 26 وهذا من الممكن أن يدخلنا في نفق آخر عندما تكون شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص بخصوص الفراغ الدستوري وعدم انتخاب رئيسا لجمهورية العراق بهذه الدورة لربما سوف يكون هناك قول فصل إلى المحكمة الاتحادية ويتفاجأ منه الجميع كما فاجأت المحكمة الاتحادية بقرارتها السابقة الجميع اشتركوا في القناة